السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا صغاري كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بأفضل حال أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطائمي وزميلة مونة سننطلق سويا في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي ونتعلم القراءة بشكل صحيح أيضا الكتابة بخط جميل أيضا التحدث بطلاقة والاستماع والإنصات هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة لغتي موضوع الدرس نموذج واختبار رقم أربعة دائما وأبدا يا صغاري خير بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا صغاري غلاف المادة غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وهنا يا صغاري غلاف الوحدة يا ترى ما رقم وحدتنا؟ أحسنتم رقمها أربعة إذن الوحدة الرابعة وعنوان الوحدة؟ أحسنتم وسائل الاتصالات إذن الوحدة الرابعة بعنوان وسائل الاتصالات إننا في عصر التقنية والاتصالات صغاري رائعين والمبدعين تعرفنا في درسنا السابق على مكون الخطوة التعبير قلنا أن للصطور أهمية كبرى ويوجد أربع صطور لكتابة خط النسخ أولا أحسنتم الخط العلوي من اسمه خط علوي يكون أين؟ يكون في الأعلى ولونه أحسنتم لونه أخضر ثم بعد ذلك يأتيني ماذا؟ يأتيني خط الوسط أحسنتم وهو الحامل الأساسي لجميع الحروف ولونه أحمر أحسنتم ثم بعد ذلك يأتيني ماذا؟ يأتيني الخط الوهمي ولونه أزرق ويكون بشكل خط متقطع أحسنتم وتقف عليه نهايات لعدة حروف وأخيرا الخط السفلي من اسمه خط سفلي يكون في الأسفل ولونه بنفسجي وتقف عليه نهايات الحروف السفلية هذا بالنسبة لمكون الخط ثم بعد ذلك انتقلنا إلى التعبير أحسنتم قمنا بتأمل الصور ثم بعد ذلك قمنا بكتابة جملة تامة عن كل صورة اليوم صغاري الرائعين والمبدعين سنتعلم قراءة النص قراءة صحيحة خالية من الأخطاء وأنا متأكدة أن الجميع يستطيع القراءة بشكل صحيح أيضا اكتشافوا القيم الواردة في النص ورقم ثلاثة الإجابة على الأسئلة حسب المطلوب ماذا سنفعل يا معلمتي؟ أولا صغاري أريد منكم جلسة صحيحة أحذر كتابي وقلمي أستمع إلى معلمتي بعد ذلك قراءة النص قراءة صامتة لفهم المقرؤ أقرأ النص وأفهم ما أنا أقرأ بعد ذلك قراءة المعلمة قراءة جهرية وأخيرا الإجابة على الأسئلة حسب المطلوب صغاري الرائعين والمبدعين هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق إذن مكوننا لهذا اليوم نموذج اختبار رقم أربعة المطلوب مني أقرأ النص بفهم ثم أجيب أتدرب في نموذج الاختبار حتى أعزز مهارات فهم القراءة التي هي من المهارات الأساسية التي يتحقق من خلالها الهدف من القراءة مما يزيد الخبرات ويثري المعلومات ويوسع المدارك في شتى المجالات إذن المطلوب مني ماذا؟ قراءة النص ثم بعد ذلك ماذا؟ الإجابة هل أقرأ النص قراءة سريعة؟ أحسنتم بالطبع لا أقرأ النص قراءة صامتة هادئة وأفهم ما أنا أقرأ أفهم النص القرائي حتى ماذا؟ حتى أستطيع الإجابة على الأسئلة إذن صغاري عنوان نصنا لهذا اليوم هو الطفل وشجرة الموز الآن صغاري الرائعين والمبدعين أريد منكم جلسة صحيحة هيا بنا ننتقل إلى الكتاب المدرسي نبدأ بالقراءة الصامتة صغاري المقصود بالقراءة الصامتة ماذا؟ أي بتحريك الشفتين دون إخراج صوت صغاري أقرأ قراءة هادئة وقراءة صامتة وأفهم المقرؤ حتى أتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة بطريقة موذجية اتفقنا؟ الآن صغاري سننتقل إلى القراءة الصامتة لمدة خمس دقائق يبدأ الوقت الآن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 من اقترابه منها ولامست بأوراقها رأسه ثم قالت له أهلا بك يا صغيري فقد أنست وحدتي وسنكون صديقين على الدوام فرح أيمن وقال لها أنا أود أن أتذوق موزكي اللذيذ فأهدته ثمارها وصار يلعب تحت ظلها كبر أيمن ولم يعد يأتي للعب تحت الشجرة وفي أحد الأيام اقترب شاب من الشجرة وإذا به أيمن فصرخت بسعادة قائلة له لقد اشتقت لك كثيرا لماذا لم ترجع لزيارتي كل فترة اعتذر منها وتحدث معها عن الفقر الذي يعانيه فاقترحت عليه أن يأخذ بعضا من ثمارها ليقوم ببيعها في السوق فوافق أيمن واستمر بقطف الثمار وبيعها حتى أصبح تاجر للموز غاب أيمن مدة طويلة ثم رجع مهموما ليسند ظهره إلى جذع الشجرة وقال لها أريد أن أتزوج ولكني لا أملك ثمن البيت قالت له تستطيع أن تأخذ من جذعي فروعا لتبني بيتك ولكن أرجوك لا تتركني وحيدة وتفقد أحوالي فرح أيمن كثيرا وشكر الشجرة على معروفها ووعدها بزيارتها وبنى بفروعها البيت مرت السنوات وأصبح أيمن شيخا كبيرا فتذكر الشجرة وذهب ليتفقدها فقالت له إني لا أملك فاكهة ولا أملك الجذوع لأهديك إياهما هنا شعر أيمن بالحزن على تلك الأيام التي ترك فيها الشجرة وحيدة واعتذر لها قائلا سامحيني يا أم الشجرة فقد كنت أنانية إذن صغاري رائعين والمبدعين إذن صغاري رائعين والمبدعين دار حوار القصة أين وقعت أحداث القصة أين أحسنتم في الغابة وقعت أين في الغابة أحسنتم يا مبدعين كانت الشجرة ما بها أحسنتم كانت تنظر إلى الحيوانات وهي سعيدة وتتحسر على ماذا على وحدتها أحسنتم لكن ماذا حدث أحسنتم في أحد الأيام اقترب منها طفل اسمه ماذا أحسنتم اسمه أيمن اسمه أيمن اقترب منها وماذا ليستظل ماذا بظلها أحسنتم فماذا شعرت الشجرة شعرت بالفرح والسرور أحسنتم يا رائعين ماذا قالت له قالت له أهلا بك يا صغيري فقد آنست فقد آنست وحدتي وسنكون صديقين أحسنتم يا رائعين هل حزن بأيمن أم فرح أحسنتم فرحة أيمن ماذا قال لها قال أود أن أتذوق موزكي اللذيذ فقامت ماذا بإعطائه من ثمارها وسار يلعب تحت ظلها عندما كبر كبر أيمن ماذا حدث لم يعد يأتي تحت الشجرة لم يعد يأتي باللعب تحت الشجرة وفي أحد الأيام ماذا حدث اقترب شاب من الشجرة من هو الشاب أحسنتم أيمن ماذا فعلت الشجرة صرخت بسعادة أحسنتم وقالت له لقد اشتقت لك كثيرا لماذا لم ترجع لزيارتي كل فترة ماذا قال لها أيمن أحسنتم اعتذر منها وتحدث لها عن الفقر الذي يعانيه قدمت له اقتراح ما هو أحسنتم أن يأخذ من ثمارها ويقوم ببيعها في السوق وافق أيمن واستمر بقطف الثمار وبيعها حتى ماذا حتى أصبح تاجرا للموز حتى أصبح تاجرا للموز بعد ذلك ماذا حدث غاب أيمن مرة أخرى غاب لمدة طويلة ثم رجع إلى الشجرة واستند عليها وقال لها ماذا أريد أن أتزوج لكن ماذا لكني لا أملك ثمن البيت ماذا قالت له قالت له الشجرة تستطيع أن تأخذ من جذعي فروعا لتبني بيتك ولكن ماذا كان لديها طلب أن ماذا لا يتركها وحيدة ويتفقد أحوالها أحسنتم يا رائعين فرح أيمن كثيرا وشكر الشجرة على معروفها ووعدها بزيارتها وبنى بفروعها البيت بعد ذلك ماذا حدث مرت سنوات طويلة أحسنتم يا رائعين ماذا حل بأيمن أصبح شيخا كبيرا فتذكر ماذا تذكر الشجرة تذكر شجرة الموز وذهب لي تفقد أحوالها فماذا قالت له قالت له لا أملك فاكهة ولا أملك الجذوع لأهديك أيهما ماذا شعر أيمن هنا شعر بالحزن أحسنتم يا رائعين وماذا قال للشجرة اعتذر منها قال سامحيني يا أمي الشجرة فقد كنت أنانيا إذن أيمن شعر بالحزن واعتذر من الشجرة الآن ننتقل صغاري بعد قراءتنا للنص إلى مكون الأسئلة أولا وجه الشبه بين شجرة الموز والأم في النص السابق ما وجه الشبه بين شجرة الموز والأم هيا صغاري ما وجه الشبه هيا يا مبدعين أنك لهم ماذا أحسنتم وجه الشبه هو العطاء وجه الشبه هو العطاء إذن صغاري نمسك الأقلام هيا بنا ونضع دائرة حول الإجابة الصحيحة إذن وجه الشبه بين شجرة الموز والأم في النص السابق في النص أن كلاهما أحسنتم كلاهما يتميزان بالعطاء أحسنتم إذن الأم تعطي الحنان وشجرة الموز ماذا فعلت في القصة؟ قدمت لأيمن المساعدة أحسنتم يا رائعين إذن يتشابهان في العطاء نكمل الآن رقم 2 قارن بين سلوك أيمن مع شجرة الموز في شبابه وشيخوخته يريد مني المقارنة ماذا المقارنة؟ سلوك أيمن مع شجرة الموز في شبابه وفي شيخوخته في شبابه ماذا حدث؟ هيا صغاري نتذكر الناس ماذا حدث في شبابه؟ أحسنتم يا رائعين تعامل مع الشجرة بأنانية فقد كان لا يأتيها إلا عند حاجته إليها عندما احتاج إلى ثمارها عاد إليها وعندما احتاج إلى جذوعها عاد إليها هذا بالنسبة لشبابه أما في شيخوخته عندما أصبح شيخا كبير أحسنتم يا مبدعين أما في شيخوخته شعر بعظم ما قدمته له من تضحية إذن قارن بين السلوك أيما مع شجرة المونس في شبابه وشيخوخته في شبابه تعامل مع الشجرة بأنانية فقد كان لا يأتي إلا عند حاجته إليها أما في شيخوخته شعر بعظم ما قدمته له من تضحية الآن هيا بنا صغاري ننتقل إلى الكتاب المدرسي نمسك الأقلام بطريقة صحيحة نكتب الإجابة في مكانها المناسب صغاري دقيقة واحدة يبدأ الوقت شكرا شكرا إذن صغاري رائعين والمبدعين انتهى الوقت نكمل الآن صغاري رائعين سؤال رقم ثلاثة يقول بدأت أحداث القصة بحاجة ألف أيمن للشجرة ثم مساعدة الشجرة له باء الشجرة لأيمن ثم أنانية أيمن معها جيم الشجرة لأيمن ثم مساعدة الشجرة له دال أيمن للشجرة ثم انصره في الشجرة عنه بدأت أحداث القصة بماذا؟ بحاجة من؟ أحسنتم يا مبدعين أحسنتم بحاجة أيمن للشجرة ثم مساعدة الشجرة له أحسنتم يا مبدعين هيا صغاري نمسك الأقلام نضع دائرة حول الإجابة الصحيحة هيا يا مبدعين إذن نكمل سؤال رقم أربعة يقول تعلق شجرة الموز بالطفل أيمن؟ له دلالة على؟ دلالة على ماذا؟ تعلق شجرة الموز بأيمن؟ هل سكونها؟ أم خوفها؟ أم وحدتها؟ أم سعادتها؟ عندما اقترب منها؟ ماذا حدث؟ كانت ماذا؟ كانت تنظر إليهم وتتحسروا على ماذا؟ أحسنتم على وحدتها إذن تعلق شجرة الموز بالطفل أيمن له دلالة على؟ على وحدتها أحسنتم يا مبدعين هيا صغاري نضع الدائرة حول الإجابة الصحيحة هيا بنا يا مبدعين هيا يا رائعين نكمل الآن سؤال رقم خمسة يقول السؤال يدل قول الشجرة إني لا أملك فاكهة ولا أملك الجذوع على؟ يدل على ماذا؟ على كبرسنها؟ أم قلقها؟ أم غضبها؟ أم صدها عنه؟ يدل على ماذا؟ قول الشجرة قول الشجرة إني لا أملك فاكهة ولا أملك الجذوع يدل على؟ أحسنتم يا مبدعين أحسنتم يدل على كبري سنها أحسنتم هيا نضع دائرة حول الإجابة الصحيحة هيا يا مبدعين إذن نكمل الآن الآن سؤال رقم ستة يقول ما الشاهد الذي يدل على إنكار أيمن لمعروف الشجرة؟ ما الشاهد الذي يدل على إنكار أيمن لمعروف الشجرة؟ أحسنتم سامحين يا أم الشجرة فقد كنت عنانيا فقد كنت عنانيا إذن صغاري هيا ننتقل إلى الكتاب المدرسي نكتب الإجابة في مكانها المناسب دقيقة يبدأ الوقت شكرا إذن صغاري رائعين والمبدعين انتهى الوقت إذن صغاري رائعين والمبدعين إلى هنا وصلنا إلى ختام رحلتنا الممتعة صغاري رائعين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكله شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة معلمتكم رناد عبد الرحمن الطايمي صغاري رائعين والمبدعين